تتوقعش انه يجيلك تتملي بالروح وانتوقف زنهار كده لا انزل اعلن احتياجك عايز تتحول من مرحلة الايمان للعيان محتاجة الامر منك مجهود واحد يقول كده طلع اليا على رأس الكرمل طبعا هو قال لي اخياب على فكرة يعني ان الدنيا فيه مطر حيجي عظيم طلع اليه الى رأس الكرمل وعمل كدهاته عمل شهد حاجات واحد خرى الى الارض يعني سجد يعني اتضع خرى الى الارض ده اليه ده رجل الله رجل الناري خرى الى الارض يعرف اقول له يا رب بقى اجبرنا يا رب انا بين ايدك ما عندناش حد تاني ارجوك يا رب اشتغل يا رب سامحنا عن اللي فات خرى الى الارض تواضعه تحت يد الله القوية فيقول ايه الكتاب بقيت الاية فيرفعكم في حينه يرفعك يرفعك بايه بروح كدس بالمل اتضع بقى اعلن احتياجك هو ده اللي عمله اليه اليه بيكلم نيابة عن الشعب خرى الى الارض خرى الى الارض يعني يقول له يا رب انا اخرتي ارض طراب مش هينفع انا مخلوق مش للارض انا مخلوق للسماء وبعد اما خرى عمل حاجة اخيرة اسمها انحصار في الروح حط رأسه وبين رجبتيه ده بيقول عنه بيقوله شوية عليها مصطلحات طمخض زي صراخ من القلب عارفين من المسيح في البستان جسيماني كان يصلي بشدة واقصى اللجاجة لدرجة ان عرقوا بقى قطرات دم الشعارات انفجرت طمخض انت مستسهل الموضوع انت الموضوع واخده كده مش ماشي الا ما تميلي والامر ده بياخد شوية وقت مستعجلش فيقوم اليه ويقولي تلميزه يروح يشوف يلاقه يقولي لسه السماء صفية وفيش سبع مرات وفي الاخر خالص يكتشف ان فيه سحابة قدر ايه كف عايزك تسرح معايا كم من الوقت اضاء اليه في هذه الصلوة الاخيرة هي صلوية ساعة اتنين تلاتة حاش عارف القديس كورولوس البابا كورولوس الانطاقي كانوا بيصلوا صلوات السجدة ما كش يسمها صلوات السجدة صلوات للطلب الروح القدس فالتاريخ بيحكي انه كانوا بيصلوا كلهم بنفس النظام ده وهم اقفين بيصلوا هبت رياح شديدة اللي بيها الناس كلها من كتر الخوف سجدت وما خلصت الريح قاموا يصلوا تاني طلب المل كانت ريح شديدة سجد خلصت قاموا صلوا قوي تاني ريح شديدة عشان كده ساموها صلوات الايه السجدة تلات سجدات احنا بنصال ايه خدناها بقى التقص بقى كده لطلب ايه لطلب الروح الله يعني بيستجيب مطر عظيم وانطلقوا وصارت بقى في الكنيسة فسنح الوقت بنعملها اه فسا عادي يعني بقى التقص عادي صلي ونقول كلمتين ونسبق خلاص وانطلقين بس ساعتهم ما عملوها كان بقى لهم اللي عملوه بقى اللي يخر سجد خدت بالك سجد بقى تسجدها تتوقعش انه يجيلك تتملي بالروح وانتوقف زنهار كده لا انزل اعلن احتياجك واخد وقت تمخض وانحصار ودي المرحلة الاخيرة في الاخر لقى قال له كده هوت فصعد وتطلع وقال ليس شيء فقال ارجع سبع مرات سبع مرات وفي المرة السابعة قال هو غيمة صغيرة قد ركف انسان صاعدة من البحر فقال اسعد قل لأخاب اجدد وانزل لألا يمنعك المطر وكان من هنا الى هنا ان السماء سودت من الغيم والريح وكان مطر عظيم خلي بالك يقول لك سودت من الغيم والريح كلمة دي هي اللي الكرار التاني في اعمال اتنين هبوب ريح هي دي بتاعت الروح القدس الروح القدس مش بيكتب لنا اي كلام في الكتاب لا هي دي المطر والريح علامات المل وكان مطر عظيم صحي اللي بعد منه 19 اللي يساب الارض واتاخد السماء طبعا خلاص وما رجعش الداني الدنيا جوع اشتركوا في القناة